النقطة الثالثة الخلفية وراء هذه القصة الحقيقية هي قصة الصلب وعملية الغفران هذه الخلفية الأساسية هو محبك الله إلهنا محبة الله محبة هنا الله يهوه إله الكتاب المقدس محبة المحبة أحببنا قبل تأسيس العالم وهذه المحبة هي اللي دفعته أنه يحل مشكلة الخطيئة بتقديم ذاته ونفسه نيابة عنها عشان كده يا خنزار أنا نفسي أبتدي بترنيمة حلوة يعني قريبة جدا على نفسي كلمات الترنيمة دي بتعبر عن حب الله الذي لا يستقصى كلمات الترنيمة بتقول إيه لو صار حبرا كل يم يعني لو كل بحور العالم تحولت إلى أن تكون حبر يكتبوا به لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك لو تخيلوا محيطات وبحر العالم تحولت إلى حبر وكل الفلك والمجرات السماوية بيت وورق وكل الأشجار والأعشاب تحولت إلى أقلام لو الكل دهو اجتمع مع بعض عشان يكتبوا حاجة عشان يوصفوا الحب مش هيقدروا هعيد البيت كامل من الأول لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب فاقت سمت فاضت تمت مقدارها عجيب هو ده الحب هو ده الحب يا خنزار اللي وراء الغفراء هذا الحب اللي وراء الغفران وراء قصة الصلب وراء قصة الفداء وراء قصة الأنوص موسيقى موسيقى